أحمد العودي وياسمين عبد العزيز رجعوا لبعض الكوماندا بيعاكس وحش الكون من تاني وطالع يقول لها بحبك قدام كل الناس ودل حير كل الجمهور وخلى الكل قاعد يسأل هم رجعوا لبعض ازاي؟ ومين اللي صالحهم على بعض؟ تعالوا نعرف الحكاية القصة بدأت بفيديو نشره أحمد العودي وظهرت في طالقته ياسمين عبد العزيز وكانوا قاعدين يتغزلوا في بعض وعملين بقى هو يقول لها بحبك وهي ترد وأنا كمان وحاجة كده ما تناسبش اتنين لسه متطلقين من شهرين بس عشان كده الناس دخلت في حيرة من تاني وكله مش فاهم هم رجعوا امتى وازاي؟ والحيان لطلق العودي وياسمين عبد العزيز من ساعة ما حصل وهم مجننين الناس بتصرفتهم مرة العودي يطلع يبكي على الأطلال ومرة ياسمين تطلع تعمل عمرة عشان تموفون منه وبعدها العودي يتعب ويروح المستشفى ترجع ياسمين تروح الجيم وتتصور بالهدوم الديقة ورغم كل اللي فات ده لكن العمل العودي بآخر تصرف ده كان غريب جدا ودخل الجمهور في دايرة حيرة بسبب موضوع رجوهم لبعض وده لما نشر فيديو ليه هو وياسمين وكان عبارة عن مشهد من مسلسل الملوش كبير المشهد ده ظهر في الخديوي أو أحمد العودي وهو بيعاكس وحش الكون وقاعدين يحبه في بعض كمان كان بيقول لها أنا بحبك وهي بتقوله وانا كمان وده طبعا خل الناس تشك في انهم رجعوا لبعض واللي زود بقى الجدل على فيديو أحمد العودي هو التعليق اللي اتكتب عليه واللي قال فيه لما أهل امراتك يجزركم في البيت مع ايموجي دحك طبعا مش طبيعي ان واحد مطلق ينشر فيديو رومانسي ما طلقته وده اللي خل الفيديو ينتشر بسرعة جدا بسبب التعليقات الكتير اللي كانت عليه واللي كلها كانت بتتكلم عن رجوع العودي وياسمين لبعض فيه ناس قالت انهم رجعوا بس مخبين الموضوع من باب يعني داري على شمعيتك تقيد وده بعد محاولات العودي انه يرجعها الغريب بقى انه رغم كل اللي حصل ده ورغم كل محاولات العودي في انه يرجع ياسمين على زميته من تاني لكن هي كانت فجأة الكل وظهرت في فيديو الجيم اللي لبست فيه هدوم ما تلقش بيها ولا حتى تلق بتاريخها الفني الطويل وده اللي قالوا الجمهور اللي نزل عليها بحملة انتقادات كبيرة جدا وكمان طالبها انها تهدى وترجع عن اللي بتعمله عشان ما تتعبش عشان ييجي بعدها فيديو العودي اللي انتشر بعد ما كانت ياسمين نشرت فيديو لها من الجيم وخلت كل الناس كانت بتهجمها وبتقول لها بتعملي كده ليه عشان تنسي يعني العودي وده اللي خل الناس محتارة والكل كان عاوز يفهم هم عايزين ينسوا بعض ولا رجعوا مخبيين علينا الخبر انتو كمان قلوا لنا رأيكم في تصرفات احمد العودي وياسمين عبدالعزيز وهل يطرى فعلا رجعوا البعض ومخبيين الموضوع ده اللي هنعرفه مع بعض في الايام اللي جاية تابعونا عشان تعرفوا كل جديد تابعونا عشان تعرفوا كل جديد تابعونا عشان تعرفوا كل جدد تابعونا عشان تو JERRY